ترجمة نانسي قنقر حاجة ممكن تستفز تفكيركم وحاجة ممكن تخليكوه تكونو مش متطمئنين بعد التوق عشان كده سميدي التوق Philonomics وده كونسط كده انا استرعتم Philonomics هو ميكس بين philosophy and economics ففي التوق ده هنشوف ليه philosophy والeconomics ممكن يحدده مستقبل عيني ممكن يقرروا مين هيعمل ايه امتى الحاجتين اللي هنتكلم فيه بالضبط هو big data وال big browser ايه ال big data ومين هو اصلا big browser ده هدفتك كم حد هنا يعرف صفيا اولا مش ايكو اولا بس كم حد يعرف صفيا ايه طبعا كويس صفيا هي اول روبوت ذكي بيقدر يتعامل مع البشر وبيقدر ياخد جود افعال وبيقدر يكون عنده ذكاء اجتماعي لدركة ان صفيا بقت متقدمة جدا لدركة النبع بالطب بقت بالجامل نايف بقت بالطب فصفيا بقت شاهد باشا شوية فمرة سألوا صفيا قالها هل ممكن في يوم من الايام توصلوا انكوا تحكموا العالم وتقدروا تدمروا البشرية فقالت اه غالبا اه النهاردة هاخدكم في رحلة جوا دماغة صفيا وهنفكر هي بزميلها من الروبوتس بيفكروا فينا ازاي و لو فعلا حكموا العالم هعملوا فينا ايه بالضبط الناس دي عايزة من ادقى كابتن بتحدي طيب ايه اللاقة صفيا وصحابها بالإيكناميكس في الإيكناميكس دايما بنحاول نجاوب ثلاث اسئلة رأسية بنحاول نجاوب نشوف هل الانسان عائل او لا بمعنى هل الانسان بياخد قراراته بالعقل ولا بالعاطفة وهل في ناس بتأثر على تفكيروا الناس اللي حولينه وهل في مشاريع معينة زي الخوف او الحب او الهين كان وشعر اللي بتأثر فيه هل دي ممكن تأثر عقاراته للصدية ده سؤال مهم الحاجة التالية اللي بنفكر فيها هل الانسان امتى الانسان بيقول كفاءة امتى الانسان بيقول خلاص انا شبعت الإجابة هي ما بيقولش كفاءة الانسان كان طماعة الانسان كان طماعة بطبع علشان الانسان طماعة وعلشان قوات احنا مش مدأكدين اذا كان هايخد راش في الـ عشان كده كان لازم يكون في بيكبوس كان لازم يكون في حد فوق كده ده الملك اللي بيقرر ايه الصح و ايه الغلط و بيحدث قواعد اللعبة بالضبط شبه شاترنك مين الملك و مين الوزير و مين الطبيعة و مين الحسن وهو اللي بيقرر مين هيكمل في اللعبة و مين هيخرج من اللعبة البيكبوس ده دايما في الإيكناميس ناس كتير جتنا فكرت فيه و عدها بتلات مراحل مين الحق اللي بيحدث قواعد اللعبة مين اللي بيقول فين الصح و فين الغلط فين الحلال و فين الحرم في الإيكناميس طبعا في الإيكناميس مرينا بتلات مراحل اول مرحلة قلمة مس قلمة مسك هاي بيقول ان فيه قوة خفية فيه كده invisible hands سميها invisible hands فيه ايادي خفية هي اللي بتحكي الفكون وهي اللي بتحدد مين هيعمل ايه امتى و مين هيكسب ايه و مين هيخسر وسمى القوة دي السوق وقال القوة العرض والطلب هي الحاجة اللي بتحدد مين هيعمل ايه و امتى مورتان ده قال قال ان ايه الايكناميس اي انسان المرفوض هو اناني هو اناني علشان كده اي حد لازم يفكر بس في مستخدر الشخصية و غض النظر عن مستخدر الناس طيب بعد انا بتمس جيه حد تاني جون ناش جون ناش جون ناش اخر جايز نوبل سنة 94 على فكهة وقال ان العلاقه مع الناس زي اللي عجبه الزبط انك لازم تختار اللي في مصلحتك اختياراتك لازم تكون بتراعي و مصلحت الناس يعني لازم اختار الاحسن لي او لي عشان في الاخر بيكون كلنا في الوان سيطواشن ارجع بس ورق طيب بعد جون ناش فتح جزء كبير جدا مهم في ايكناميس هو ينفى عن جيس المشاعر هن ينفى عن جيس سلوك شخص معين وندلس هل سلوكه ده بيأثر على قاراته او لا عشان نقدر نقيم هل الشخص ده او لا او راشنل او يقدر ياخد قارات صحة او لا او الاجابة هي ايه الاجابة هي الرسمة اللي قدامتي احدى سترند في الايكناميكس الايكناميكس بيقول ان انا لو انت بتقدم شغل انا مش محتاج منك اي حاجة مش محتاج منك اي سي بيهي مش محتاج منك اي معلومات عنك كل اللي انا محتاجه منك بس انك تبعث لي صورة مخة رسم مخة ومن خلال رسم المخة هقدر اقيم اذا كنت تقدر تكمل في الشغل او لا او اذا كنت اقدر اكمل معاك مثلا كشخص عادي في الحياة او لا مردن ذات انا ممكن اقيم او ممكن اتوقع لودة افعالك في المستقبل خلال الخمس و عشر سنين جايين وانا على رسم المخة اقدر اقول انك شخص بتاخد مخاطرة اقدر اقول انك شخص عاطفي او شخص عقلاني اقدر اقول انك شخص مندفع او لا فوران عليه هقدر اقيم اعلقتي بيك اه او لا حاجة مرعبة لدن طيب في الإكنامكس بردن طيب بما ان انا اقدر اتوقع عن رد افعالك من خلال نسم المخة فإن لي انا ان انا ابدأ اغير اغير في ردود افعالك اقدر اتحكم فيك اقدر اتحكم في القرارات اللي هتخدها في نيرو الإكنامكس لو ان انا عارف تركيب مخة بيشتغل ازاي فالزاي اقدر ااخد قرارات و اقدر اغير في قناعتك واختياراتك كان حد هنا كان بيتكلم عن حد من صحابه عن منتج معين او عن اكل معين او عن شخص معين وفجأة دخل فيسبوك ولقى نفس المنتج بالزبط جال في التراحات كلنا وساعتها منصال لتفسينا سؤال هو ايه اللي بيخصد يعني هو ايه اللي بيخصد بزبط او تشيح حد بيجس عليه أو اهلا بك Total اهلا بك بالتراحة داعا' من بيتا م Haben You تجرب بيجا وان كل حاجة تتخيلها في الحياة الان تو التنا waterproof تاخد كل المقروياتك عندها كم مهول جداً من الباك دي ده اللي عندك توضك كلمات مع صحابك سعاد في الأخير بيستخدمه ده بشكل كويس زي مثلاً انا وفكر ان اشتري ساعة فأنا كشركة سعاد انا مش مضطرر أبداً ان انا عمل إعلان عشان نقنع أحمد ان يشتري ساعة انا كل اللي انا ممكن اعمله ان انا اتجسس على اخدارات أحمد مثلاً ان هو بيتكلم مع آدم على فيسبوك مثلاً وبيشرح له ايه الساعة اللي ينسوا فيها وبناء عليه هعمل ريكمنديشن لأحمد بنفس المواصفات اللي كان بيحلم بيها فأحمد دفنت لي هشتري ساعة ده الاستخدام اللطيف للموضوع في استخدام تاني حد تاني فكر تفكير شريف أكتر طيب لو اني قادر قادر أشوف جدود أفعال الناس وقادر أقيم الناس هل ممكن قادر أتحكم في سلوكيات الناس وتفكيرهم بشكل جمعي ده كان كراوت سايكولوجي كراوت سايكولوجي انا قادر أأثر قطاع كبير جدا من الناس بشكل بشكل واحد خليهم كلهم زي بعض وخليهم كلهم يعملوا بحاجة اللي أنا عايزة طيب ده حصل فين ده حصل فعليا في الصين الصين عمل مظام اجتماعي تقييم اجتماعي بتطييم المواطنين بناءا على اختياراتهم الاجتماعية يعني حاليا انت بتتطييم شو بس بناءا على تصرفاتك المباشرة بتتطييم بناءا على تصرفاتك الاجتماعية بمعنى انك كمواطن ليك سكون من 1-5 ومن خلال ده ليك نجمة خمات 2 ليك 5 ستورس ولو عملت حاجة كويسة بتتسابق ولو عملت حاجة وحشة النجمة بتقل بتتعاقم العقاب ده ممكن يكون حاجة اجتماعية بمعنى انك مثلا يعني زي مثال انك لاب مثلا لو قب بمثلا بتشتير بانبر ستيف ده معناها انك قب بمسؤول عن ناحية التانية انت لو حد بلعب اوار يبقى معناها انك شخص دي المسؤول بالنجمة هتقل ممكن في شكل تاني لو انت بتكتب حاجة ضد الحكومة مثلا على الفيسبوك هيبقى في الاخر دي مقصد منك رجمة والحكومة هتقلل عنك سرعة انترنت وفي نفس الوقت لو انت شخص كويس وبتحاول تعمل تساعد الحيوانات او انت في الاخر بتساعد عجرانك بشكل اجتماعي هتزيد نجمة وممكن في الاخر دي يكون ركومنديشن لو انت بتقدم عبيزة او بتقدم عقارة مورزن زاد في العلقات الاجتماعية يعني في الاخر انت كمواطن كبادة بيكسكور بيكسكور آت فايف يعني ممكن في العلقات الاجتماعية جدا تخيل يعني انك لو راح تجوز وفي الاخر راح تجوز عمي يا ربطلو بقيت بنتا هيقول لك والله انت 4.2 انا في حد تاني متقدم 4.8 فانا يعني ممكن فيش نصيل يعني فده literally بيتطبق في الصين ده الكمل السيستم بيتطبق في الصين اجبالي يعني كل المواطنين خلاص موجودين يعني في السيستم ده وفي ستة مليون مواطن في الصين اتمرعهم من الصفر بسبب اخطاء اجتماعية اخطاء اجتماعية دي زي ايه؟ واحد موسيقى هذا السيسب لم يكن نفضل بابناء التقالي بما يظهر فواتب قاني موسيقى موسيقى بما يدربه and their public rating determines where they can live, who they can date and how they travel. لا But this is just fantasy, right? Not in China. The government is building a social credit system to rate the trustworthiness of 1.4 billion people. There are plans to rule out the system by 2020. But it is already happening in Suzhou city. So, how does it work? كل المعارشة تلعل مع 100 مقاوات مرات وخاصة من الاتجاز فالحوال قراء الإدار من رجال فلنسل تفضل حيائل الاتجاز، أحبه على القدرة أو رجال التأشف قطعة من رجال الدوارات أو مشتوك إثشاء على القراء على ميزل، فالحوال قرائب فلنسل تفضل حيائيا عن حيوال عرب جوائق أخوات مقامة فالحوال حالوال المساعدة watched بقصة في فضل حيوال القراء ترجمة نانسي قنقر الفكرة كلها من تقييمك الاجتماعي كمان من اختياراتك لصحابك يعني اختيارك لكن فاسد بلحد منصحابك مستهدر دا هيقلل تقييمك الاجتماعي فدي فرصة ان اقاتت للاجتماعك بلصحابك فاختياراتك كانت حكي فدا الموضوع هو كله ان في يحد موجود يحدد ايى ال Ethical ايه ال Nonnethical هو ايه الحاجة contagional و ايه الحاجة contagional في حد بيحددلك الصحة و الغلط و بيخذك عليك و في حد بيحددلك الحياة العربة و بيخذك عليك بشكل سوشال طبعا مش ديني فده نظام مرحب جدا ونظام في الاخر بيقول بيجاوب على سؤال اللي في الاول مين بيحدد قواعد اللعبة ومين بيقول ايه الصح و ايه الغلط طيب كم حد شايف فيلم هير؟ مش شايف حد بس انا طيب هير كان فيلم بيتكلم عن حد خرج من تجربة انفصال طلاق وكانت تجربة مليلة جدا والراجل ده كان بيمر بحالة من القلق والخوف وكان في كان في مش كده هير لحد ما جد فرصة انو لقى لقى فيه سوفتوير كده انو فيه روبوت ممكن يروح يكلم معك ممكن يسمعه بس لمجرد انو يسمعه وانو الروبوت ده ادبانسك جدا انو هيسمع مش عام اللي حصل في الفيلم ان الروبوت ده اصبح متقدم كفاية لدرجة انو بدأ يشعر بالمشاعر انسانية يعني بدأ يشعر بالغير عليه وبدأ يحبه اللي حصل بعد كده زي ما الناس يشاهد الفيلم انو بعد كده كان بيسأل الروبوت ده سؤال بريق جدا كان اسمعه سمانسة كان بيسألها سؤال بريق جدا تعرفه كان واحد غير فقالت له انا اعرف ستة لاف فربعمائية حاجة وستين واحد وورادي بقى في ناس تارية في الطريق فطبعا اتصدم جدا وكان صدمة بالنسبة له لحد ما في يوم معين الشركة اللي بتبرمج الروبوت ده اللي هو في الاخر بعد ما بقى شبه انسان قررت تقفل وفجأة سمانسة اختافت من حياته ففيلم هيرر كان بتكلم في الجزء ده هل ممكن يكون في يوم الايام عندنا القوط عندنا مشاعر وبيقدر ياخد قرارات مش بس اقتصادية مش بس انو بيقدر يحلل معادلات حسابية انو بيقدر كمان يحس زينا او بيقدر يدفعها الانسانية مع الناس ده هيكون شيء مرعب جدا في المستقبل الروبوت لو حاكم العالم ده المستقبل ايه اللي هيخصد بزد وده زمان عادية اللي انا حالي بتكلم فيها النهاردة انو لو في الاخر تخيل ان في مرة حصل ان مرة تولوا الروبوت انو يقدر يعد شترنج وده اختاروه كم مهول جدا من العمليات الحسابية جوابنا الروبوت ده لاعب اعظم لاعب شترنج في العالم وكذا 2012 حصلت حاجة مرعبة اكتر ان في حد بروجرامر تطور الروبوت الروبوت ده بيقدر بيقدر يدافع عن كيس عمل محامل يعني عمل روبوت محامل دخلوا كل القوانين في البابه وقدر يخليه يدافع عن كيس ويكسبها اول قضية دخلها كسبها بنسبة 13% ثاني قضية دخلها كسبها بنسبة 96% فهل تتخيل كم الناس اللي هتعطفوا الشارع لما العالم كل يكون روبوت يعني انا متخيل شغلي مثلا لو في حد بقى روبوت وبيشترح ايكانونكس اكيد ما بيعطلش ما بيتعبش يعني هيش تحتول بقت فببتالي انا شغلي هيكون كم الشغل كم الاطباء كم المهانسين كم الناس اللي ممكن شغلها فعلا تكون في الشارع سنة 2019 في خمسة مليون واحد في العالم هيبقوا في الشارع عشان بس الروبوت تقدر تعمل اللي هما بيعطلون ده شيء حقيقي مرعب جدا الاسئلة الموجودة طيب تفتكروا لو حكم العالم الشكل الانتاج في العالم هتبقى عامل ازاي العسوار هتبقى عامل ازاي الوجور هتبقى عامل ازاي احنا هنبقى فين يعني في الاخر فلس قوة يعني احنا دلوقتي زي ما كنا بنستقلس الحيوانات وبنقول انهم اضعف فمنحضوهم في قفص فعشان كده الروبوت كمان قرروا انهم كمان هيحطونا كاملة اكميل جوه قفص ده سؤال اتسأل الروبوت جوه معامل اي بي ام والديبلوبر اللي سأله سأله قاله انت لو في يوم الايام حكمته العالم هتعملو ايه في الناس كانت اجابته والروبوت بيفكر بشكل مستقل كانت اجابته ان انا هنعمل كل الناس نحطهم في قفص زي الحيامات الاليفة بالضبط وهنعملهم معاملة كويسة مش هنعمل زيهم فالسؤال هنا في الاخر لما كلنا هنكون في قفص ورائب جدا انا ما اتكلمش هنا عن كمان خمس عشر سنين لو كلنا هنكون في قفص ايه الدور ويه الحاجة الكويسة ويه الحاجة الواشة يعني كالروبوت انت ممكن انك ممكن تعال البرمجة ده اللي لازم كلنا نعمله لازم كلنا نقوم كده علشان الناس كان حد هنا كسلانة انا كسلانة فا يعني الحاجة اللي ممكن تعملها اي حاجة ممكن تكون كسلانة انك تعملها برمج روبوت يعملها لك بس بمنتهى البساطة فالروبوتس هي المستقبل وهي في الاخر هي في الاخر لنتحكم العالم فعليا التلات اسئلة نرجع الى التلات اسئلة اللي كنا منفكر فيهم زماني واللي بني بهم التوق طيب هل الروبوتس هتبقى راشنل ولا إيه راشنل هل هياخدوا كارات صحة ولا غلط والسؤال التانى هل هم في الاخر ممكن في يوم الايام يكونوا طمعين ويتخلقوا مع بعض اللي بي عندنا حرب الروبوتس طيب سؤال التالت مين هيحدد قواعد اللعبة مين هو الـ Godfather مين هو الحد الكبير اللي بيقول إيه صح وإيه الغلط هل في يوم الايام الروبوتس حكم العالم مين هيحدد شكل الإيكناميكس مين هيحدد شكل الوظائف مين هيفطر الناس اسئلة كتير جدا مرعبة بس لازم نفكر فيها عشان في يوم الايام ما نكونش في قفس اتمنى لكم كل الاول سعادة في العالم الجديد اللي بتشكل مع الروبوتس شكرا جدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر